الحب يا سادة يا كرام هو إحساس اللي رائع لكن لما كيتحول إلى ما هو غير شرعي باش أنك تعبر عليه كي يقولي شي حاجة لي خيبة خصوصا إذا انت جاءوا عليها أطفال اللي هم غير شرعيين ربما تقدر تلقاه واحد الحل اللي هو مؤقتي لنفسك لكن ذو كل الوليدات هاشنو توقع لهم فاشكت تخلع لهم حكية الليلة اللي غادي نشارك معكم غادي تخلينا كل شي وغادي تخلينا قبل ما ندروا أي خطوة في العافية نفكروا مزيان شنو تبعها سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من هناك تكونوا باخير على خير أموركم هني حوالكم طيبة اللي مؤنسة ديركم تتخبط كل نهار باش أنها تكون معاكم دائما في الموعد ربما يجب عليكم كي يجيكم باللي رهام عادي وباللي أنه الخدمة سهلة ولكن لا يكذب عليكم الكذب أنا ودخدمي كل نهار خطوة صدي الناس بالسلبيات ديرها و أنا كل نهار خصك تقلب على القصة اللي غادي تقدر توصل لك أنت وتعطيك فيها عبرة عاد خصك أنك تكسبها لكي تتأخذ منك وقت كبير ودري للمونتاج في نفس النهار خدمة لي هي فيها من جهود كبير ولكن ما خسرها فيكم كيف أقول لكم دائما ما تبخروش علي بأنكم تخطو لزر الإعجاب تحت لما تكلفكم تشيم جهود ولكن قبل ما غادي ندخلوا في حلقة الليلة بغيت نعطي لكم تسمعوا نتيجة ما سردته لكم في الحكاية الماضية صاحبة الحكاية بنت أمي جاميلة أنا غادي نسمع لكم دابا لي زودوا لي صفتات لي هالشي اللي تي شجعني و تي خليني أنني دابا بقى مزام مستمره دابا قررت نكمل معكم تلت سنين تعال حكاية اللي ما شاء الله فاسميوا ماذا قالت فاش شافت بثاف منكم اللي بغايعونها وبثاف منكم اللي طلب لي أنمرتها باش أنه يعاونها هانتوا ما اسميوا ماذا قالت تقول لينا انا كترت الزرحة والله لا بغيتش تخرجي لانتركصها من البلّة العادة مين كان سي يتقدر مش مشفتش واحد غناز عشدة باصلة والله ما علمتش مين كان سي تقطع فيها وحسب البرودة مين كان سي تلتكسر يقومني أنا عيشها سي تدعمك بزاف 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 ره هالنور بدينا عويناتها هذا ليس هلالك أختي أميمة ويعطيك لي تمنيتي في خاطرك يا رضي يا رضي أختي أميمة رأسوفي اللي احتف كلمات باش نعبره فيش سمعناه نكسه وفيش والله ما أوله همكينش كلمة نعبرو بها دابا والله صراحة شوفي شكرا بزاف والله القسم شكرا شكرا لكمل القلب وسمح لي بزاف بزاف والله العادم دموا واحد يدخلت عندي صفتات ليا قتلي أجت من طرف ديالك شوفي قسم النبلة العادمي لو ما عرفتش عرفتش زال مالالي غادي شوفنا ما كتشوف باويناتها ورجعت باخير ماتي نيوم ما فيها الحج بقى بغيتها تشوف بزافك حويش أنا بغيت نصفحات أنا بغيت نصفحات أنا بغيت نصف طالة أنا بغيتها تشوفوا لي باتي بزافك حويش قسم النبلة لديك تشي عنديك المرض نفسيا بكثرة ما نقدرش ندرجو حاجة خيبة ما نقدرش نتنعا ولا أولا درتي معانا على الآزرة غايت تحسب لك الآزر كبير بسم الله غايت تحسب لك الآزر كبير والله العادم شكرا أختي أميما شكرا 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 بزاف والله العادمي عندما أعطت القصة لها وخبرتها بغيت الخبر الجميل حتى نتنتج جواب نتعم و جاميل السلام عليكم يا ربين سيقوه مايما لا بأس أنا بأس عليك أنا مأنتك جاميلة ولا حفظك الله يسهر عليك بس كيبو ساعتيني سير الله يسهر عليك سير الله يحفظك الله يسهر عليك ويحفظك والديك ابنيتي الله يسهر عليك لا أحمد أنك نصر لي ومتعي معاك الله يسهر عليك فرحتي رائحتي بيتي سير الله يفرحك ما أفرحتي هذه المهمة سير الله يسهر عليك سير الله يسهر عليك سير الله يحفظك ويحفظك بس سير الله يكون publiك إزرانا السير الله يحفظك بيتي شنوبغينا أكثر من هذا boys هذه الدعوات كانت تقسمهم كاملين تقسمهم اي واحدة خلت تعليق جميل ليبرد على هذا القلب هذه الدعوات تقسمهم اي واحدة درهم 20 درهم 50 درهم 100 درهم 1000 درهم هذا الدعاوي تقسمهم حتى الناس لما قادرين شلعين بصيرة وغير كي يدعو هذه الدعاوي تقسمهم اي قلب حن ولكن ما قدر يدير تشحرها هذه الدعاوي لم يأخذهم بوحدة لأنني مباشرة معهم الله يعطيك الله يفعلكو لكن كونوا اكيدين انه اي واحد شارك في هذا الشيء اجر انه ربي لا يحتاج شي تندع وانت هذا الذي يدعوه تبوه وحدها وخاصة هذا الشيء الذي يجعلني انني نزيد من السمر في هذه القناة لانه اكيد اكيد وخا العدب وخا تمارا وخا ما كانت نتيجة مادية لكن كانت نتيجة ربانية وهذا هو الفضل ما عند الله ابقى كل شي فاني ولكن اللي عند ربي هو اللي تبقى اسمحوا لي طول تعليكم ولكن دي ما تندير في بالي لأنه واحد النهار فاش غادي نموت وغادي نتقابل مع مولايا ماشي اذكار اللي غا يوقف معايا ماشي صلات اللي غا توقف معايا ماشي صيام اللي غا توقف معايا ماشي صدقة ديالك اللي غا توقف معايا ولكن ربما دعوة دعوة انتعوة الانسان اللي كان محتاج ولا كان في ضيقه وعاونتي ولا اعطتيه ابتسامة او لا اي حاجة من هذا القبيل هذه اكبر حاجة اللي مؤمنة بها ان شاء الله دخلني ودخل اي واحد عنده هاد الايمان للجنة ان شاء الله واكيد رحمة مولانا شاملة اي حاجة في هذه الدنيا انما الاعمال بالنيات وانما الاعمال بالقلوب وكيف سنقول لكم هذا هو الامر لك يخليني انني لا زلت مازال مستمرة في هذا البرنامج واخا ما عندوش واحد الصيط ليهو كبير ولكن لا يهم انا غير انتوما اللي تابعيني مخلصين منش حال هذه وباقي ما زال معايا هذه هي الدنيا وما فيها فطولت عليكم بزاف انا عرفت الاثار متاع شيء بالنسبة لكي يباليكم بسيط ولكن هو اشي حاجة كبيرة عند الله وهنا نقل لكم بسم الله لا تتكفي تخليش عليك انها كم تخطو لها زر الاعجاب ونقل لكم بسم الله لنبدأ انا هودا حليت عيني ونرأت تراصي وسط عائلة التي يمكون من ابنتها ومرة كبيرة فى واحد الفلاج صغير تابع فاحد المدينة حليت عيني وانا تنجل المرة الكبيرة كنت امي و ابنتها كانت عيط لها ماما قدرت ربع سنين بدلت اكبر شي شوية كانت مشي للراود و كان سماع كل واحد يقول بني انه جاء بلي بابا اداني بابا انا انا ذاك كنت تنسوه المعراسي علش انا ما عنديش بابا و ما كانت تنسوه كلمة بابا ما كنتش فهمة الوضعية اللي انا فيها في ذاك السن انا ذاك كنت كانت مشي عند ممي و كانت نسوه لها ما انا هو بابا حيث الدنالي معي الصغارة يقولوا بابا و كانت الدنيا للرودة و كانت تقول لي هذا هو القبر انت عباك حيث اباك مات بنتي برد السنين و كانت اخرج الزنقاء و كانت سمع هذه كلمة مربية الحاجة و ما كنتش كان فهم كنت غير اذا خرجت من تسخر كانت سمع تبارك الله كبرات كلمة مربية الحاجة و ما كنتش كان فهم واحد نهار و انا تلعب مع بنات بناتها ديال الممي قالوا لي يا فرصك انت مشي بنتنا و راه غير مربيينك كيفاش؟ مشيت عند ممي كان جري و سوتي على شتي ماذا يقولون لي هذه الهضرة و انت اصلا منها كبيرة لم تستطيع اولديني بدأت تقول لي لا تسديش عليهم صافي و ضمصت لي القضية في ذلك الأيام كانت امي قلسة مع ابنتها حتى كان سمع امتي يقولون لي امي خاصة تقول لي على الحقيقة و خاصة تكبر عليها وتعرفها شكلت انا ذاك و لا تسكت قلت لا ماشي عليها مدام انهم لم يجب دوش اسمية ديالي بالطبط لقد قلت لي فاش ممي خرجات و صافرات شدتني بنتها و قلت لي اقول لك واحد الكلام شوفي انت يهودا راكي ماشي بنتنا ماشي بنت امي امي غربتك و جابتك و انتي صغيرة و قلت اعطني التفاصيل لم تقبلتها و انا بقى صغيرة خرجتامك و كان قلت لا يمكن جات امي فاش بغدت عنا قلت لها انت راك ماشي امي غير بعدي عليها بس كينة كاتبك قلت لي علاش شكو لك هذا الهضرة بنت يهودا قلت ليها بنتك فلانية اهلي قلت لي قلت لي انت ماشية امي قلت تكتش عن نقفية و تخصمت مع ابنتها قلت لها الحقيقة انا لم اعقدتها حتى تكبرتها قلت لها امي هكذا ما فيه ميتخبه هذه حقيقة اللي بينا كنت كنت نشوفها تعاني معي مسكينة حيث اولادها لم يكن بغيني وهذه البنت اللي قلت لي الحقيقة هي اللي كانت يوم تحن فيها واحد شوية اما ابنتها الاخرين حتى حد ما بغيني واحد منها تقول ليها توجد استغناء امتها بغيني و اما كنت وانا كنت تضيحها ما في سحر الأحرين و ادخلتها بغيني و امي و ايه داخلتها كنت سيقصر تقرأ و لا شيء ناجحها المهم هي الطفولة و انا تنسمعها منها ان شوية الهوية الضربت مع بنتها الصغيرة و قلت لي انا اولاد تولادي قلت عليهم أمنتي او يا حوك المهم كنت نعاني كثيرا و كانوا ديما تضعوني بلاقيطة و ديما حاسبيني باللي انا ماشي منهم و ما كانو متقبلين تماما ان مهم في ذاك العمر غادي تنوت تربي من صغري و انا تنسمع الهضرة و اكبرت بنفسي اللي كانت محطمة من سن سنين و انا تنسجل في كلام اللي مكانش خاصة نسمعه ما كونش كان ركز في قرايتي في مدرسة كي يسولوني اسم ديال الاب و فاش خدام باك ما كونش كان قدر نجاوبهم كل مرة تنقول لهم اسمية و كل مرة تنقول لهم خدمة اش هادي نقول لهم و شو هادي نشرح ديما الدخول المدرسة كان جي كان بكيفية الدار عشت معاناة من صغري كل شي تنقسم مني و صراحة هاد المرة الكبيرة كان دينا معي كل ما في جهدها كانت كتبغيني بزاف و كانت تعزيزة عليها بزاف و ما كتبغيش لي اذيني ولا يقصني و غير اذا مشيت الدار بنتها و نقسم مني شي واحد فيهم ما كانش كترجع عنده على مدة عانيت مع اولادها اللي ما كانوش متقبليني عانيت مع المجتمع و مع النظرة ديالهم حيشت ما شي تعرف شي و غير كتتخرجي كتتسمعي الهضراء ما عليناش بقيت عايشة مع امي و ابنتها في الدار و ديك اللي ما كانتش مزوجة تهي كنت كتتسكن معانا كنت 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 نعيت لها بماما عقلوا عليها مزيان الانوادية اللي غادي نطول معكم في الحكاية فيها بحكم انها هي اللي كتحن فيها اهليهم عمرني ما سمعت منها شي حاجة اللي جرحتني مرة مرة اذا كتر الغوات في الدار كتدور في امي و كتقول لها قلستي حتى كبرت يا امي و تبنيتي كانت كتقول لها امي الله يرحمها انا هاد البنت خليتها على قبلك انتي باش تلقيها بجنبك حيث انتي مدوجتيش و حيت كلها و انتي خدامة خليها تبقى مونساك اما انا راني مرة كبيرة و عارفها راسي غادي نموت واحد نهار هاد شي باش كانت كتهدنها كانت واحد بنتها واحد اخرى اللي ما كانش كتتحملني باتاتا كان راجل احنين فيها و تنقول لي اخير بابا كيف كي يشري البنته كانت يشري لي واحد نهار قلت لي اخير مرة نسمعك تقول لي بابا حيث هو ماشي بابك اش بينك وبينو حتى تقول لي بابا المهم و ضاقية لي وصلت لمرة حوالي 24 سنة بدأت ان أحسر غير راسي و انتهجه بالنبسي لبنتهم و انني يا رابي لم تلقى حيث لا تاشتغلين انت كيف تشري ابقى حرامي خرامي لماذا تلقي باك لماذا بابا حظيني حتى انا مع العلم ان ابنتهم يتبسوا عباس جيري و لم يصوحه لي ولكن كل شيء ممنوع عليهم حتى انا انا قدت بالنشي كان ممنوع باتاتا ومثلت أمي وعاذ غير تأتي لدي مقدمة ويقفتُ من أصدار المصر تتساؤلات التي تم بالك وعيتت منها لنتحر بالأمر لتعاود لها قلت لها قصة من رأسها قلت لها سمعي روح المرأة وولدتك أخوها بوليسي فخافت منه وعطيتك لها هذه هي القصة لكي ستتعلي عشت كنعاني عاد ستت هاد وولد وولد أمي اللي كان ديرزع ما بحيلة يخاف علي وحاضيني ولكن كان كنت يتحرش بي واحد النهار قال لي هل قد اللي سنعطيك واجي عندي ما تقبلتها شو بيت كانبكي واحد النهار شدني صحاف الحين كنت عشت منه معرفة ما سنقول لكم ولكن كنت عشت محنة واحد الوقت ممي جهز وبدأت تنسى ولكن كانت عقلها سبحان الله حلية غير انا وبنتها اللي كانت عيشة معي كنت نعيت لها ماما ولكن كلهم كانت تنساهم نظم مشاكل ما بين ابناتها وضعوا ممي وما بقىوش يخليوني انا نشوفها لا انا لاختهم اللي هي ماما وانتغير كان بغين مشيل عندها كانوا يقولوا لي ويسدوا الباب لقد حلقنا حتى يكون ممي سيمانة فيها وانتغير بركز والممي قالوا لي أنت بنتي هودا فرصدت منها ممي قالوا لي كنت يقبوا لها ما تنسى وانتغير وانتظروا في الممي اللي لا يزوج وقد أعطوا لها ماما كان ممي كذلك و صحيح تمتها. أصلت إلى 17 سنواتة و حدثت أعيدها في 6 يام. أولي قامت بتجميل هذه التواسلات لتجميلها. لقد أردت المدرسة أو تبعية أمي و لم تتحدثتها في الدور. لا، فأرى أن أرى أن أمي لا يوجد أسلاتهم في العائلة. أولي أصبحت أصبحت بسيطة أكثر. قلت لي بنتهب لأنه لا أقول لك هودا ولا أخبي عليك أمي رأى في سبيطار و رأى مريضة كان يقول لهم دوروا لي اللي هندوي معها تقولوا لي رأى ما تقدرش تدوي معك أنا ذاك بقيت في الدار بوحدي أمي مريضة وذاك اللي بغي يشدني باش يتحرج بيها كانت جيه هذا الأمي هي جدا لقال فرصة جاء عندي بغي يتقرب مني وتنقول لي حشو ما عليك رأى أمي مريضة وفي سبيطار وانت بغي تقدرها تنبكي وتنغوت وكندفع فيه شفحت عياء وبزد باش أنا وطلقني وقال لي يا صافي غرسكتي ومشاف حارو جابوا أمي مسكينة اللي كانت تفاجأ بفمها عواجليها وما فهمتو والو تنسولهم غير مالها تقولوا لي اللي رأى ما مالهاش بيتكامشيل عندها وكنقول ليها هدري معا يا أمي متي ولكن ما كانش كاتقدر هاد بنتها اللي تنعيت لها ماما عن قاتني وقال لي يا ما قديش نتخلى علي كهودا وخاتمت أمي وبدأت تكسب كيف الحر مسكينة أمي كانت في دار بنتها اللي ما كتحملنيش تخيلوا هاد بنتها ما كتتطرش لمعايا لما أختها والناس غادية جاية وهي كتتخنزر فيهم غادية تعيط على رجلها وغادية تقول لي عيط على هودا جي تخسليي لما جا واحد ولدها قال لي هم غادية تموت عندي ما يمكنش ممي عندها ولدها وتموت عند نسيب الدوهة وتبعناها واحد لي لحلت عينيها بشوية وبدأت تكشوفيه وانا تهم بكي وانا قلت لها ما تخليني شامو يمتي وانا لا أستطيع التفرق معاك لما ستخليني سكينة ذمعها ستحبط لها من عينيها وحلت عينيها وبقات كتشوفيه انا مشيت كنعيط لولادها تقول لي وماجيو اجي ورامي حلت عوينتها وكتشوفيه تقول لي اجي منها جي نشوفه واشي تتبعك فعلا غير تنضوه الراسي وكتتبعني بعينيها لغد لي مشيت الامتحان كان دوزو حتى كي وصلني ميساج في القسم من واحد المساعدة يرويدها تقول لي البركة فراسك رغمك ماتت ما يمكن شاش نقلي في تكن نهار كان نغوت ونقذ زوج نتاع طاولات اللي كانوا قدامي بحكم ذاك الفيلاج صغير وكل شي كنت يعرفني فشافوني تنجري وحفيانة طح لي التليفون وشكارة وكان جري وكان نغوت قوتي يقول وراء الحجة ماتت إنا لله وإنا إنا راجعون ماتت أمي الله يرحمها ودازع ليها نهار ودازع ليها نهار عمرني ما ننساه نهار اللي افتقدت فيه أغلى إنسانة في حياتي مشيت نعنق فيها ونزوجها أنها تفيق ولكن بزيت باش قدروا يفرقوني على النحشة ديالها كي يجروني وانا مليوحة عليها تنعنق ونبوث ونقول لها لمن غادي تخليني يا ممويمتي دارت بياد دنيا وماتت وكانت مسكينة مخليا ليها شبارة كانت عدب ومن كانت تحية وصاتهم تقليد عليكم هاد الأمانة راه ديالهودة واللي بقى قسموا مبيناتكم والدها بزيت باش أنا وعطاني ديك الباراكة بقى عليهم مرادها بممي بغيت نشمر حتها فيه وحتنا عندي مراتي وبناتي المهم دازت تفطر على موت ممي اللي كانت صعيبة وانا بنتها ماتنعسوش بالليل تنبق وكان بكيو عليها مصبرناش شي ما بقى كي يسول في شي وان قطعات العلاقات بمرة بعد الموت نتع ممتي بشهرين انا بقيت ساكنة مع بنتها اللي تنقول لها ماما ما تيسول فينا حتا شي حد ما تيدق علينا حتا شي حد والتبقى ديك القضية انتع لي كان جمعنا راه الله يرحمها دلست شهرين وهاد بنتها اللي بقيت معها جو واحد السيد راجل كبير باش انه يتزوج بيها والتي كتجي عندي وتقول لي انا عارفة انه ممتي يالله ماتت ولكن راجاني واحد السيد اصلا ما بقاش معا من الاخوت لا حتا شي حاجة انا غادي نتزوج وانتي غا تبقى يفضاري اياك اتظر وانا تنشوف فيها ودموعها بتنكي شلال ما قدرج اصلا تقبل موت دير ممتي وانتها غادي تتوش سألتها وانا كيف شو غادي ندير قلت لي غادي تبقي عيشة في الدار بوحدك وغادي نوصي لك الناس فعلا بقيت عيشة بحلاكك وخاكنت صحيبة عليها كنت غير تنبكي وما كان عارفة طيب غير الاجران وجادوا عليها بشي حاجة ما عارش مفق ما بين القرايتي وما بين الدار عاد وسط فيلاج صغير ركم عارفين عايشة بوحدك كل شي عيني عليك فبنتها عمرش وحدة سولات فيها ولا عرفتني واشوك لا ولا شاربة الا اذا جات واحد بنتها توقف عليها بغيت حواجة امي ولا هذه راديها الممي كاتت هزة وكاتمشي واحد نهار جات عندي جارتنا قلت لي اشوفي ارا بغيت نقول لك واحد الحقيقة اللي بغيتك تسمعها وما قدرتش نقولها عليك فاش كانت الحاجة حياة الحاجة قلت لي كانت اخذتك من عند واحد السيدة اللي كانت تقرأ مع اباك وتعرفوا على بعضياتهم وحملة منه وهذا القصة كان الاغلبية عارفها وما كانش هضرفش كانت الحاجة حياة وراء الحاجة في حياتها قلت لي بفمه بالليهودة راء بنت فلانة الفلانية قلت ذلك الهضرة كانت دور فراسي وانا اقول عشي شنو هندير اغانشي عندك السيدة نسولها اللي في الحقيقة ختلي ولدتني بحيذا خلتي الحقيقية اللي هي اللي جبتني لم يرحمها كان ذلك الساعر لرمضان وربما اعتقدت وانريتنا لك نسولك وانري بانريها خيرتان ودفتت تدخل وانريتو شنو ثم قلت لها تسماعت لها وهذا لا نصطق وحن أصدقل النطق الذي كنت لو نعطيك فانريك كانت لانريك الانريات وانريتنا بدأت بانريك وانريتو انريتو çevaux جبتت لها انا انا اتكلم مع اباك بانريك انريتو من عامل وانريتو نصطق وانريتو انريتو انريتو الى حقيقة قلت لي عبتي شنو بلاتي ونبت عودت لي نفس القصة اللي عودت لي امي الله يرحمها بحيلا كنت متفقى ايا وياها قلت لي روا واحد السيدة ولداتك وولادة لي هي غير شرعية واخوها بوليسي خافت فنضت عطاتك لي وانا عطتك الحاجة حيش كنت كنت تطلع لاشي ابنيسة انا اتربيها اياك اوصف مشي مشكل لغبلي من مرسلات تراويح مشيت عندك سيد اللي قال لي يعلي هذا كوابك الحقيقي اللي تعيش معي في نفس البلصة وانا ما عارفاش ولي علمكم هاد خالتي الحقيقية كانت بنتها كتتتعامل معي في الماضي في شكل وكانت كتبوسني وكتتعنقني لانا كنت كتتكون غير حدانة وكنت نقول نتل ممي الله يرحمها شوفي ما بيني وما بين فلانوال وعطتني حلوة ولا راها صورتني ولا راها عنقاتني وباسني كنت نقول واقي لاحي تحنا ولاد البلاد ممكن انا نكون عزيزة عليها مشيت عند السيد اللي قال لي عليه راها لأب دياري دقيت عليه كيف طلع لي غادي تسضم دقائق طوال وهو غير تشوفي مشرجو ما قادرش يهبط واخيرا هبط لعندي وقال لي السلام وهودا واش كتعرفني اهتا نعرفك عناقني اودا تيبكي فانا ما فهمت هوالو قريمة تقول لي لحتى شي حاجة انا غادي نعود لك كل شي اغاي قولي انا وبك الحقيقي وراتا نعرفك مش حال هذي ولكن ما قدرتش نقرب منك ابنتي حتش اذا جيت عندك شنو غادي نقول ليك انا راني كنت تنقرى مع امك في نفس البلاصة وحملت مني وما نكذبش عليك كنت بغيت هذي الاجهاض وطلقيت معاها واحد النهار باش مشي ونديروه ولكن ما جاتش خلتني كنت سنة ومن هذيك غبرت عليها انا ما كنتش بغي نتخلى عليك ولكن كنت تنقرى والظروف كانت غالباني شدني مني دي وقال لي يا الله تلحي معي للدار دابا طلعت منها ولقيت ممرته عارفة القصة كلها والحقيقة وكانت عارفاني حتى انا قل لي كنت كنت نشوفك في الزنقة وكان قل له مرة هذيك بنتي ورا كل شي عارف الحقيقة بنتي بدك يبكي وكي عناق فيا واخوتي انا ذاك كانوا ناسين فبدك يعرع لوجههم ويقول لي هذا اخوك وهذه اختك ومرته انا ذاك كانت يالله ولدات قال لي هذي اختك يالله تزادت قلت لي انا متلي تبغيت نعرف هوالو اهم حاجة كنت بغى نعرف غير الحقيقة قل لي بلي انا وديك السيدة اللي هي اخت ممك الحقيقية هي اصلة اللي فرقاتنا واخذتك من عند ممك وعطاتك هو اعطنا التفاصيل الحقيقية دي القصة قلت لي صافي دابا السلام عليكم ما تنعرفين ما تنعرفك مادام كنت حداك وما تقربتيش مني ولا تولتي فيا ما بقى عندي ما ندير بكذابة مشيت وانا ندوز عندك خالتي قلت لاراني مشيت عند المسمى ببابا وعود لي القصة الحقيقية وقل لي بلي انا ورختك هي لي ولداتني قلت لي بيناتكم انا مشغلش انا مخترا في اروبا سكنت اما مشيت للدار وخليتها لاغد لي جاء عندي بابا واما جاءوا واقفين باش انا ننحليهم الباب خرجوا عندهم الجيران عودي لهم الحقيقة وكل شيء اللي تعرفني تماما باللي هاداك هو بابا قل لي بغيتك انتسامحوا وجي تبديت فطري معانا في رمضان وبدك يبوسني فراسي وحفك تمحي لي وانا رغم كانش عندي كيفاش نجي بين ليلة وضحاها ونقول لك راح انا بباك اكيد ما غديش تقبليني قلت لي جيران حشو ما عافاك وليتكامش عنده وعادي اما امي الحقيقية ما حاولت انني اصلا نظر معها نهائيا حتى الشي يقول لي في واحد دولة اوروبية المهم دخلت في مرحلة التي تيجوني فيها الخطاب جاء عندي واحد سيد واحد سيد واحد سيد واحد سيد وفاش كان نعود قاسي بحيلة كل شي تهرب اخر واحد كان جاء جاء من واحد دولة عربية فاش عارفني قال لي يا فوجهي انا من قدرش نتزوج بواحدة ابنات زيناء قدرت صلاة الاستخارة ومرتحيتش انني اصلا نتزوج هاد بنت ميلي رباتني قالت لي يا سيري عند باك يقادلك وراقيك وحاولي انك كيفاش تهدري معاولي وولداتك جاء تديرو شي حل ولا تقادلك تايا وراقيك واحد نهار قدي تعيت لي بنت خالتي الحقيقية وقالت لي يا شوفي ارافلانا بالصح انتي هي بنتا وولداتك وكانت كتجو حاضيك من بعيد ولكن دابا عافاك ما تخلقيش لها المشاكيل رام زوجة وعندها زوج ديالولي لتاس وما قادش لرجلها على الماضي ديالها ودابا راجلها مزوج على اساس انها بنت وعني ديما كنت تكلمها كنقول لها شو ما عليك بغت تحمق وتولد اليوم بنت ولكن مرزقاش مرانة بها وخا حاولت ولكن ولو وانا راني قلت لي هاب اللي انا وربيعتك بنت بحال هادي وزوينة وتخليتي عليها ذلك شباش ربيك يجزيك بحلاك قلت لي كنت ديما كنقول لها هاد الهضرة قلت لي ما عنديش مشكل انا نمشي نقادلك وراقيك ولكن رافاش مشيت قالوا لي بلي انه الام خاصها تحضر انا ما بغيش نخلقيها المشاكل بغيتها غير تعتارف بي خديت نمرتها وعطيتها لبنت ممي الله يرحمها وقلت لها دوي معانتي اللي لاحظة انا ما قادراش دوت معا ولكن ما كان شي ندم قلت لها واخا نقادلها امورها ما عنديش مشكل شوية تقلبت عليها دوت لها وقلت لها انا هودا دوت معايا عادي وما حساتنيش بأنها حسات بشي تأني بضمير قلت لها رابابا قالوا لي ضروري انتي تحضري باش تقدلي الوراق قلت لي واخا يكون خير من بعد عام جاءت المغرب وكل شي ساق الخبار امها وما كانش عارفة هذه الحقيقة فش عارفات تحت بالسكر وكل شي تقلب ضدها وما بقاوش باغينها وسط من النوم هي نكرتني انا عودت لي هادشي دي كبنت اختها اللي كانت تتواصلت معايا انا بديك الفقصة سفتلع ميساج لماذا نكراني انا بغيت انكوالو بغيت غير الوراق ديالي تقلبت علي ورفضات سوف تتلع ميساج طويل بلي ممسمحاش لا دنيا ولا اخيرة وبسبب غلطة داروها زوج الناس انا مشي الضحية في حياتي كلها لا طفولة لا زواج مع العلم انه هادمي اللي كانت مربياني كانت مقدة لي الامور بالسمية اللي كانت مختارة هاليا هي باش انا نقرأ المهم اللي امتهم زيان وبلوكاتني بنت امي ونقم بعد انه بتقلبت على رجلها في الفيسبوك لقيته انا اليوم انتظر ضدها واش النود نقولي الحقيقة ونفرشها ولكن خفت لي مشي قتلها وما بغيتش نضيع دكزوش اخوتي لي ما عليهم حتى شي دنب انا اليوم حايرا شنو غادي ندير لانه بغيت نقد وراقي الاصليين حتى بابو لكي تهرب حياتي شمرتو ما حاملاش انه يدخلني في هذه الحالة المدنية علما انه وذا السنوات كلها اللي عارفتو فيها عمروا عاوني ماديا من غير انني فاش قريت ونجحت غادي تعاوني بنت امي لا يرحمها فاش انا بعتذرها حيات انا توضفت ورحلت ورهنات لي ولكن الوراق هما اللي بقوا لي بخيتكم تعاونوني واش النود نفضح امي عند رجلها ولا نبقى على هذه الحال حياتي انا حقدت فعلا اعوض ما تعتذر غادي تخرج فيها ضرع اللي ما كيناش وغادي تهمني الام ديالي من صلبي واللي ما كتعرفنيش بالفسق انا كان فكر اليوم واش نشوها مع رجلها وعائلته اللي وليت كلهم نعرفهم من خلال فيسبوك ولا شنو غادي ندير في حقي هذي هي كانت حكاية دي وهذه هي كانت حكاية هده يا سادة يا كرام ما عارش شنو غادي نقول لك حد صراحة ما عارش شنو غادي نقول لك فضحيها ولا سريها ما عارش شنو غادي نقول لك تستاهل لانا والنتيجة انتعادش اللي دارت او لا تعذريها لاناو ما عارفاش الحالة اللي كتيش فيها اليوم انا صراحة غادي نخلي المتابعي الكرام هم اللي غادي خعطوك الرأي ديالهم ويقولوا لك شنو قدر يتدري في هذا الحالة اللي غادي نقول لك هو انه اذا كانش ولد الناس مكتاب لك غايكون مكتاب لك ما تصدعيش راسك غير هادو اللي جاوك كامل هم ما زل منزلش فيهم الاذن باش يكون شي واحد منهم من ناصيبك اللي كايكون في ناصيبك راجايب ولي كربي في الوقت لمناسب فضمتم في رعاية الله وحضي ما تبخلوش على هده بالتعليق ديالكم لربما تحلي عشي عقدة تحلي عالمشكلة اللي عندها في حياتها فتلقى بدا تضي ان شاء الله وسلام سلام سلام